وفق مجلس الوزراء على أن تتولى محافظة أسوان استكمال إجراءات صرف التعويضات لمتطرر النوبة لمن تقدم بطلب تحديد الرغبة خلال المرحلتين الأولى وثانية ولم يحصل على التعويض إلى جانب تلقي طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدموا من المستحقين خلال المرحلتين المشار إليهما جاء ذلك خلال استعراض مجلس الوزراء اليوم تقرير وزير شؤون المجالس النيابية بشأن أعمال اللجنة الوطنية لصرف التعويضات لمتضرر النوبة وهو التقرير الذي تضمن ما تم من خطوات وإجراءات لتعويض أهالي النوبة كما ناقش المجلس جهود اللجنة لصرف التعويضات للمتقدمين خلال المرحلتين الأولى وثانية لفتح باب تلقي طلبات تحديد الرغبات من المتضررين المستحقين للتعويض وحدد المجلس التاسع من يوليو المقبل موعدا لبدء تلقي محافظة أسوان طلبات تحديد الرغبة من المستحقين للتعويض الذين لم يتقدموا بطلبات تحديد الرغبة من قبل ترجمة نانسي قنقر